دايما في العادي لما بنيجي نتكلم عن الاكسسوارات بتاعة الموبايلات بنفكر في جراب في شاحن في ستاند لكن احنا اكيد نهاردة جايين نتكلم عن اكسسوارات مالهاش دعوة خالص بالاكسسوارات العادية دي فأهلا بيك في حلقة جديدة من سلسلة اختراعات المحببة الى قلبي وانا اتكلم نهاردة شوية عن حبة اكسسوارات كده ممكن تجيبها للموبايل بتاعك لكن مختلفة تماما على الاكسسوارات التقليدية فلو مهتم تشوف شوية اكسسوارات كده غالبا ما شفتاش قبل كده كمل معايا الفيديو ده للاخر يا الله بينا الصباح الخير ومسايل فلع كل انا اندرو عديد والنهاردة انتكلم عن اربع اختراعات كده غراب شوية للتليفون بتاعك لكن كالعادة قبل ما نخش في التفاصيل دي تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو لسه مشتركتش وتدوس على زرار الجرس عشان تشوف الفيديوهات الجديدة كده اول ما بتنزل عطول اول اختراع معانا للتليفون زي ما انت شايف كده مكتوب موبايل فون فيديو أمبليفاير ويعني اسمه شارح نفس شوية لكن هو كمونتك يعني مش عارف يشرح نفسه اوي زي ما هنشوف زي ما انت شايف كده الصورة هنا بتعبرلك شوية على ان فيه شاشة كبيرة بالنسبة لشاشة التليفون اللي موجودة وراها تعال نفتح كده ونشوف الدنيا عاملة ايه زي ما انت شايف معانا مستطيل كده بلاستيكي تحس ان هو يعني يمشي كده جرب تابلت مسلا وعندك جزء هنا كده بيترفع علشان بتثبت الموبايل غالبا قدامه على قد من افاهم وبعكاب الايد اللي موجودة الناحية دي بتسحب هذه الشاشة تثبتها كده وعندك رجلين موجودة تحت كمان كده بتعملها بالمنظر ده وبكده يكون شكل المونتج النهائي بعد ما يكون محطوط في الساتب بتاعه طيب زي ما انت اكيد فهمت ده حاجة كده بتقدر تكبر بيها شاشة الموبايل بتاعك لو عايز تفرج على محتوى يعني بس تحس ان انت مسك تابلت وهو تليفون عادي يعني تقدر تستخدم حاجة زي كده خماته كلها مصنوع من البلاستيك الحقيقة مش عالي الجودة قوي يعني مش حاس ان انا مسك حاجة بريميوم يعني واضح لكن شغالة يعني على قد الفانكشن بتاعتها مفروض ان انت تجيب التليفون تشغل عليه اي فيديو كده وتقوم مثبته على الجزء ده هنا كده وتبتيت بص على الموبايل من الشاشة اللي موجودة الناحية دي هحاول وريها لك زي ما انت شايف الموبايل متثبت هنا ومشغل فيديو بالمناسبة ده فيديو الجيفاوي بتاعت الميت الف عشان زي ما انت شايف كده شايف شايف الدرع هناك اه ده اول فيديو الدرع يكون معانا فيه كده مهم المفروض والموبايل محطوط كده انت لما تبص من الشاشة اللي موجودة هنا دي شايف هتلاقي بقى الشاشة بقت كبيرة جدا ازاي انت فاهم الفرق ما بين كده وكده شايف طبعا هي الشاشة اكبر بكتير واوضح يعني في الحجم لكن هي مش اوضح قوي كريزوليوشن او يعني مش احسن جودة هتتفرج عليها او بصراحة من العدسة الغريبة دي بتعمل شوية ديستورشن كده والصورة يعني بتكون مشوهة بعض الشيء لكن هي فيها فكرة واعتقد ان هي ممكن يطلع منها موديلات انجح من كده شوية لكن فكرة حالة هذا الاختراع تمنه وقت ما بصور الفيديو ده وقت ما اشتريت وبرده حوالي 15 دولار يعني مواش غالي اوي لكن للامانة يعني انا افتكرش انها استخدمه في حياتي اوي برده الاختراع التاني اللي معانا بقى هو هذا الشيء الحياة الاختراع مش كل ده الاختراع عبارة عن الشكل البوداوي ده بس لكن هو بيتلزق على جراب وانا لازق على جراب شفاف علشان اوديك بيعمل ايه بالزبط ودي يا صديقي عبارة عن ولاعة وشوية حاجات تانيين انا برضه بحب الولاعات الغريبة كده شوية فدي ولاعة يعني من ضمن الولاعات الغريبة الولاعة دي من شركة اسمها تريجا زي ما هو باين كده على ظهر الولاعة نحط الموبايل في الجراب اللي ملزوء عليه الولاعة دي وهتلاقي الولاعة مصنوعة من المعدن كلها بصراحة بريميم يعني والكواليتي كويسة وعندك من الناحيات دي في الجنب فيه فتحة يو اس بي علشان تشحنها منها يعني وقت ما تحب وعكده تلاقي فيه جزء كده بيترفع من الولاعة عشان بيقوم بدور الهولدر عشان لو انت عايز تبقى ماسك التليفون بالمنظر ده كده وما يقعش منك وبتاع فيه هولدرات او رنجات زي دي كده بتتبقى لوحدها خالص لكن الحركة الغريبة هنا بقى ان انت لما بترفع الرنج دي انت بتفك اللوك بتاع الولاعة دلوقتي تقدر تزوق الجزء ده الورا كده وانت بنازل دي ما تقدرش تزوقها خالص لكن اول ما ترفعها تقدر ساعتها تشد الجزء ده الورا ولما تشده هتلاقي ظهر عندك على طول ولاعة والحقيقة الولاعة عشان غلب كفاءة عالية جدا تقدر ساعتها بقى تولع في اي حاجة انت عايزها او لو عايز تكون ماشي ومعاك ولاعة طول الوقت مش نسيها فده الحقيقة حل مثالي جدا لحاجة زي كده الولاعة دي من تريجا سعرها حوالي 20 دولار برضه انا شايف سعرها يا ما هواش مبالغ فيه قوي لكن يعني هي هداية لطيفة لو حد بيحب الولاعات او بيجمعهم او بيستخدمهم نخش في الاختراع اللي بعده وهو هذه الجريب من شركة يولانزي حال الجريب دي انا شايف ان هي لطيفة وفكرتها حلوة هي بتضيف حاجة ما هياش كبيرة اقول للتليفون بتاعك لكن في فئة معينة من الناس ممكن يفيدهم جدا الاختراع ده الاختراع ده سيدي عبارة عن جريب بتوصلها على التليفون بتاعك عشان لما تيجي تصور بالتليفون تبقى حاكم الماسكة كده اكتر وكأنك ماسك كاميرا شوية يعني زي ما انت شايف عندك اصلا الجزء ده معمول من الربر كده خامة شبه الكاميرات جدا والحقيقة يعني خامة محترمة قوي ومن الظاهر هنا عندك الكليب اللي هتوصله بالموبايل وبعد كده عندك زرار هنا بتاع الشاتر اللي بتوصله بالبلوتوث على الموبايل بتاعك عشان تقدر تصور بيه على طول والزرار ده في حاجة ريوشة كمان هوريالك بعد شوية فكل هتعمله ان انت تقوم حاطة الموبايل في الجزء ده كده وتقفل الجنبين دول على بعض وساعتها فعلية هتكون ماسك الموبايل بتاعك كأنه كاميرا وزرار الشاتر تحت صوباك على طول كده والموضوع بصراحة عاملي اللي عايز تزور بالموبايل عندك كمان من تحت فيه الفتحة دي موجودة لو انت عايز تثبت بقى الموبايل على ترايبود صغير او حاجة ساعتها تقدر تجيه مثلا ترايبود زي ده كده وساعتها تثبت التليفون على الترايبود وتحطه بقى على اي ترابيزة او حاجة والحاجة الريوشة اللي قلتلك هقولك عليها بقى ان الجزء بتاع الزرار بتاع الشاتر ده انت تقدر تزوقه كله كده على بعض ويطلع على طول من الجهاز ويعتبر ريموت تلوقتي انت مسبت الموبايل بعيد وورادي موصل الجريب عليه بالبلوتوث فالزرار بقى هو اللي فيه كل الوصلات والبطارية والكلام ده كله فساعتها بكل سهولة هتدوس على الزرار من بعيد وتصور ياما صورة ياما فيديو على حسب منتع اي عاجبني بصراحة الاختراع ده من الاختراعات اللطيفة يعني سعره برضو وقت ما اشتريته كده ووقت تصوير الفيديو ده حوالي 18 دولار لطيف برضو مش واعش وزي مولتلك ممكن يفرق مع الناس اللي غاوية تصوير وعايزة تاخد الليفل بتاع تصوير الموبايل ده يعني الليفل احسن شوية الاختراع اللي بعد كده وهو بالنسبة دي الاروش في الحلقة بتاعت النهاردة هو جراب برضو للتليفون بس جراب بقى غير اي جراب ممكن تبقى شفت او يعني ممكن تبقى شفتوا لو بتتفرج على الريلز والفيديوهات القصيرة بتاعت الجراب هو ده ده جراب شكله عادي جدا هتحط التليفون فيه عادي برضو جدا بالمنظر ده وهتوصله كده تحس بس ان هو تخين شوية يعني زي ما انت شايف كده فيه تخانة في الجراب ده لكن عندك هنا فتحة كمان للشحن يو اس بي وده يخليك تفكر انه يجب يكون باور بانك لكن لا هو مش باور بانك مبهر جدا بقى في الجراب ده هو ايه ان الجراب ده لو قلبته من الناحة التانية هتلاقيه عبارة عن كونسول العاب او جهاز كده شبه الاتاري بتاع زمان وفيه العاب بتاعت زمان برضو ده بقى حراج عشان لو لقيت الموبايل هيفصل شحن وانت مازلت عايز تلعب او عايز تستعيد الذكريات بتاعت الالعاب القديمة مثلا زي تاترس وسوبر ماريو والكلام ده بنفس التحكمات بتاعتها بالزبط تقدر تاخد كل الكلام ده من الالعاب اللي موجودة هنا عادي جدا حتى بالزرار ده تقدر تتحكم في الصوت في تلات مستويات كده مقفول وكده شغال اهو بس بس الذكريات فضيعة الموضوع الحقيقي لهو متعة خاصة كده لو انت كنت بتحب الالعاب بتاعت الفيديو جيمز والاتاري بتاعت زمان كده هو بيستعيد هذه الذكريات تماما بستة وتلاتين لعبة موجودين كلهم شغالين بكفاءة عالية جدا وانا شايف ان فكرته حلوة خاصة ان هو بيديك ست ساعات من اللعب المتواصل ملوش علاقة خالص بقى ببطارية الموبايل وفي منه الموديلات موبايلات كتير جدا تانية ده بتاع التوالف برو عشان ده التليفون بتاعي لكن في موديلات تانية تقدر تختار الجهاز بتاعك وتلاقي الجراب بتاعه برضو الجراب ده سعر وقت تصوير الفيديو ده حوالي 20 دولار برضو اغلب الاختراع بتاعه النهاردة فرنج الى 20 دولار كده وانا شايف ان ده بقى من اروش الاختراعات اللي اشوف ده في الفترة الاخيرة قول لي رأيك برضو في الكومنتز في الاختراعات دي كده وايه اكتر اختراع عجبك فيه وبس كده دي كل حاجة حبيت ان ارغي معاك فيها شوية في حلقة جديدة من كولكشن اختراعات لو اعجبك الفيديو اتنساش تعمل لايك الفيديو وتشترك في القناة اتنساش كما انت باني على انستجرام وتيك توك ستوريز كده الحياتي اليومية وفيديوهات قصيرة لطيفة ولو عندك سؤال في اي حاجة او افكار لي فيديوهات حابة انك تشوفها اكتبالي كلها في الكومنتز وانا هقرأ كومنتات كلها واشوفك في الفيديوهات الجاية سلام